بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق فقد أقام الله السماوات والأرض على أساس الحق فليس هناك أي حالة عبثية كما يعبث الإنسان في كثير من الحالات ببعض ما تحت يده أو يعبث بما يصنعه كما هم الأطفال عندما يخرجون إلى شاطئ البحر فيعمر بيوتا أو يعمل أي عمل على نحو اللهو والعبث من دون أن يكون هناك أي أساس في ذلك الله سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات أعطى لكل سماء أمرها وقانونها وبرنامجها الذي تنطلق فيه وهكذا عندما خلق الأرض أعطى كل ظاهرة من ظواهرها وكل موقع من مواقعها القوانين والبرامج التي لا تنحرف عنها قيد شعره ولذلك نجد أن كل العلماء المكتشفين سواء كانوا مؤمنين أو كانوا غير مؤمنين عندما ينطلقون في خط الاكتشاف اكتشاف الأرض واكتشاف الفضاء فإنهم يحملون في داخلهم فكرة أنهم ما من شيء في الكون إلا وله سر إلا ويخضع لقانون إلا ويخضع لأساس لأنه ليس هناك عبث في الخلق وكما أن الله أراد خلق السماوات والأرض على أساس الحق أراد للناس الذين يعيشون في السماوات والأرض أن تكون حياتهم في كل الأمور التي تتصم بخياراتهم أن تكون على أساس الحق لأن الباطل لأن الباطل يمثل يمثل الحالة لا معقولة يمثل الحالة غير الثابتة بينما الحق يمثل الحالة الثابتة ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يعني فكر وفتش وتحرك في أي موقع من مواقع السماوات والأرض فإنك تجد حقاً في كل ظاهرة من الظواهر وفي كل موقع من مواقع لا يقترب الباطل إليه ولهذا لأن السماوات والأرض بنيت على الحق لذلك نرى أن كل الظواهر الكونية لا يمكن أن تتغير مع مرور ملايين السنين الشمس بعد الشمس مثل ما كانت قبل ملايين السنين نفس الشيء قمر كذلك حركة البحار وقوانين البحار حركة الأنهار وقوانين الأنهار طبيعة الجبال طبيعة السهول طبيعة القوانين العامة لتحكم الإنسان فلو كانت المسألة مسألة عبثية ولو كانت المسألة مسألة الصدفة مثل ما نقولون الملحدين أن الكون خلق هيك ما بشير الصدفة ما تستمر وما تثبت وتزلزل وتنحرف مع أن الكون كان على صورة وهو الآن على نفس الصورة يمكن يتغير الإنسان في بعض أعماله وأفكاره لكن القوانين العامة في بناء الحضارات وفي سقوط الحضارات كلها واحدة ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ ونحن أيضاً من الذين أجر الله سبحانه وتعالى الحق في خلقهم ولذلك لازم نمشي على أساس الحق ولازم ننفتح على الله ولازم نتحسس عظمة الله فيما نراه من خلق الله ولازم نعبد الله وأن نوحده ولازم نعرف أن حياتنا بيده فهو الذي خلقنا كما خلق السماوات والأرض وأن زوالنا بيده وتحدث الله سبحانه وتعالى عن مسألة مين أنتم؟ تتكبروا تتجبروا واحد بيقول والله وين الله؟ وشو الدليل على وجود الله؟ واحد يتمرد على الله واحد يعصى الله فالله هو تعرفكم أعطاكم الحرية صح ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خيراً لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثمه لكن الله إذا بده إن يشأ يذهبكم كلكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز الله خلق الدنيا بحرفين كن ويستطيع أن يزيلها بحرفين زل يقول لها زولي فتزول مثل ما قالها كوني فكانت وإذا الإنسان يريد يفهم هل تهديد الإلهي كيف الله سبحانه وتعالى هيك يفني العالم كله مليح هلأ إحنا هالجيل جديد جيل مع الإبن هلأ أغلبنا يعني غالباً جيل الشباب فيه جيل ابن الخمسين وابن الستين موجود سبعين بس جيل ابن المية وينه كل الجيل اللي كان ابن المية عندنش بالعالم ابن المية ابن المية وعشرين مثلاً قبل مئة سنة قبل عشرين سنة كان الناس على صورة معينة فأين هم كل أولئك بالعالم كله اللي كانوا قبل مئة سنة أو قبل مية وخمسين سنة أين هم الآن خلقهم الله وأزالهم الله الله اللي قادر أن يزيل الناس بالمفرق قادر أن يزيلهم الجملة شو بدها الزلازل أقدش بتاخذ البراكين الفيضانات هذا هذا أثان عندما يشعر وهي قضايا لله واحد يتأمل هيك عندما يشعر أن الخلق بيده والخلق والأمر إليك له الخلق ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين فبيده الموت وبيده الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن محمد فينبغي الإنسان عندما يعيش هاي فكرة بشكل يعني واعي وبشكل دقيق عند ذلك يجب أن يدرس مسؤوليته أمام الله أنا إذن أنا بين يدي إله هو الذي يملك حياتي وهو الذي يملك موتي فإذا كان الله هو يملك الموت والحياة معناه كل مصيري بيده فكيف أنا أقصر كيف أني أعصي كيف أني أنسى الله وأبتعد عن الله وهكذا ثم الله بعد ذلك يريد أن يبيننا النقطة أساسية وهي مسألة المسؤولية الله خلق كل واحد من عندنا خلق له عقل وخلق له أيضا وسائل تخدمها العقل ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين الله خلق الإنسان وخلق معه الأدوات التي يتحرك بها الإنسان في حياته وعطى عقل وعطى إرادة استطيع تنفذ ما يدركه العقل وما يأمر به العقل إيه هنا في بعض الناس فالله يقول لكل واحد أنا خلقتك وأعطيتك حرية التفكير هلأ شوف حاله واحد تفكر مثل ما بده وأعطيتك حرية الحركة وحملتك المسؤولية أيها الإنسان مارس مسؤوليتك حاول أنت الآن تستخدم عقلك وتستخدم حواسك وتركز إرادتك وتحمل مشؤوليتك أنت تحمل على ظهرك جنتك إذا أحسنت العمل وأحسنت الفكر وتحمل على ظهرك نارك إذا قصرت وأحسنت وإنت رح تتحاسب ما حاليتحاسب عنك لأنك أنت الذي تختار وأنت الذي تقرر وأنت الذي تعمل وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد جئتمون فردا كما خلقناكم أول مرة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفس بعض الناس لا يعيشون حرية إنسانيته بعض الناس لا يعيشون حرية القرار الذي يتخذوه بعض الناس لا ثقة لهم بأنفسهم شيء يحاول يكون ظل للآخر تابع للآخر يجعل الآخر يفكر له يفكر له يجعل الآخر يقوده من دون أن يدرس شخصية الآخر هل هو ممن يمكن أن يأتمنه الإنسان على الفكر هل هو من الذين يمكن أن يأتمنهم الإنسان على القرار هل هم من الأناس الذين يمكن أن يأتمنهم الإنسان على المصير غالبا إحنا لما نتبع الناس ليش نتبعهم واحد عنده فلوس فتجذبنا أمواله للخضوع له واحد عنده جاء موقع سياسي موقع اجتماعي فيجذبنا موقعه إلى الخضوع له ونمشي وراهم بنحورب لهم نهتف لهم نخضع لهم نطيعهم لماذا إنسان في حمى تأخذه هذه العصبية والعاطفية تحول الإنسان إلى حالة من الحمى التي تعمي عينيه ما فيه الدخان بعوقات يصير الإنسان العصبية تجعلك تشعر بعمل قلب فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور هون الله اللي يبينينا يا جماعة ترى لازم كل واحد يقرر لنفسه بنفسه لازم كل واحد يفكر لنفسه بنفسه لازم كل واحد يختار لنفسه مصيرها يختار لنفسه طريقها بدك أنت مع الآخرين نعم فكر معهم قل لهم فكروا معي ولا تقول فكروا لي بفرق مرة تقول لهم بدي يفكر معكم أنا عندي وجه تنظر شو وجه نظركم يشير فيه حوار تنظر الفكرة وتأخذها بينما تقول له أنا مش فاضي فكر أنت فكر لي طبعا كل واحد بدي يفكر لك على طريقته وكل واحد بدي يفكر على مصلحته وعلى حسب خصائصه ومش على حسب خصائصك هنا الله يريد يصور لنا مشهد يوم القيامة في مشهدين مشهد الناس الذين مستضعفين والمستكبرين الضعفاء والأقوياء لأن الضعفاء كانوا يمشوا وراء الأقوياء أما ضعفاء المال أو ضعفاء السياسة أو ضعفاء السلاح أو عادة يمشوا وراء الأقوياء لذي يبين للضعفاء أن تبعيتكم للأقوياء سوف تورطكم في مواقف تهدد مصيركم وأن عليكم وأنتم في الدنيا قبل أن تعيشوا هذه التجربة أن تفتشوا لأنفسكم عن وسيلة تستطيعون من خلالها أن تتخففوا من ضغط الأقوياء عليكم ما في عدن آية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يعني كفروا فسقوا ظلموا أنفسهم قالوا فيما كنتم ليش أنتم كنتوا على شيء قالوا كنا مستضعفين في الأرض لما لا حول لنا ولا قوة دراويش وضغط علينا المستكبرون قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا مستضعفين هل تكون فرصة إذا كنتم موجودين في هذه البلد وفي هذا في بلاد الله واسعة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساعة مصر فالضعف ليس مبررا للإنسان بل على الإنسان لما الطريق مسكر عليه يفتح ثغرة يبحث عن ثغرة ما دام في عندك ثغرة تستطيع أن تنجو بها ما دام أنت مش معذور أمام الله نعم في بعض الحالات لما ما عندك مسكر عليك مغلقة من جميع الجهاد لكن وقت هذا هنا الله يصور أنه المشهد الأول مشهد الضعفاء والأقوياء المشهد الثاني مشهد الناس مع الشيطان الناس اللي يتبعوا الشيطان راح يحملوا كل مسؤوليتهم نشوف أيضا دفاعات الشيطان كيف نحن أقوى من عنده يهو أقوى من عندنا بالدفاع لنقرأ وبرزوا لله جميعا كل الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا ذلك يوم مشهود له كل الناس مشتبعا من الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين آخرين آخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم وبرزوا وبرزوا لله جميعا ورأى الضعفاء كيف أن مصيرهم يتجه إلى النار فقال الضعفاء للذين استكبروا يعني التابعين للمتبوعين الزلم للزعماء إن كنا كنا لكم تبعا كنا تابعين لكم في كل حربكم في كل سلمكم في كل ظلمكم في كل قراراتكم كنا يدكم الذي التي تضربون بها كنا الوسيلة التي تصلون بها إلى أهدافكم قدم لكم خدمات كبرى في الدنيا وإنت ذوات ملكت تعملون طريقا هيك تبعثون فاذكرت لمالك خازن النار أنه ما يدخن بالنار عملون مثل ما كنت تبعثون كروتا في ذلك الوقت لهالقاضي لهالحاكم لهالمأمور السجن لهالرئيس الآن تجربوا القصة إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء هل تستطعون أن تخففوا شيئا قالوا لو هدانا الله لهديناكم إحنا مثلكم وأنتم اتبعتون إحنا ما نتحمل مسؤوليتكم وما في فائدة علينا أن نواجه مصيرنا جميعا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ما في فائدة ما لنا مخلص هذه الصورة شو معناتها ليش الله يقدمنا إياها الآن وبعد لم تقم قيامتنا كل واحد عنده فصة حتى منها لا نفكر أيها الأحبة أن الله أن الله خلق لنا عقلا فعلينا أن لا نعير عقلنا لأحد ولا نؤجر عقلنا لأحد نجعل عقلنا يفكر ونقرر من خلال عقلنا والله أعطانا إرادة وعلينا أن نركز إرادتنا فيما نختاره حتى نعرف كيف نعرف أننا نسير من خلال إرادتنا لا من خلال إرادة الآخرين ونعرف ما هي المنطلقات التي انطلقنا بها وما هي الأسوس التي ارتكزنا عليها حتى نقدر ندافع عن ألف سنة لما أنت ماشي بقرارك تعرف على أي أساس مشيت وتعرف على أي أساس قررت وتعرف على أي أساس اخترت لكن إذا أنت ماشي وراء إنسان شو بعرفك شو قرارات وشو خلفيات وشو أشياء هذه نحتاج نفكر بها حتى ما تكون تبعية عمياء حتى لا يكون هناك شخصيتنا ذائبة أمام الآخرين وهذه نقطة أساسية أيها الأحبة لهذا المطلوب خصوص بهالليالي المباركة الحلوة الروحانية علينا أن نجلس لنفكر أكثر مما نجلس لنتكلم يعني نقرأ نقرأ نعاية ونقعد نفكر فيها ونستوحي منها وندرس حياتنا على أساسها ليكن القرآن المرآة الله يحكي عن القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب المبين هو النور الذي يضيء لنا الطريق لأن الإنسان تفكروا ساعة قديش أنتو بليالي واحد صلاة ميت ركعة خمسين ركعة مش هيك تفكروا ساعة خيروا من عبادة سنة لأن الفكرة اللي تنطلق فيها تكشف لك الطريق وتصلح لك المسار وتحدد لك الهدف وتعرفك أولياءك من هو الولي تعرفك الفرق بين ولاية الله وولاية الشيطان هذا الفصل الأول الفصل الثاني مع الشيطان الناس تسأل وين الشيطان أرفوا موجود بمنطقة هرأت كل الناس مظاهرة مظاهرة تتلو مظاهرة اللهم لعن الشيطان اللهم اخذ الشيطان اللهم كذا دهانا الشيطان ورطنا الشيطان أغرانا الشيطان مش هيك عم نقول هكي لما واحد يجيك الله لعن الشيطان هو أغراني الموضوع الشيطان بتقبل هذا أو لا هنا عيج الشيطان وقف خطيبا به ومحاور وقال الشيطان لما قضي الأمر لما انتهت القصة وخرجت فرصة انتهت الله أنظره إلى يوم الوقت المعلوم الآن وقف هو وبني آدم بعد أن تهددهم من الأول لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين هلأ اخفوا جميعا وقال الشيطان لما قضي الأمر على أي أساس تحملوني مسؤوليتكم أنا إن الله وعدكم وعد الحق الله وعدكم قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين يا أيها الناس اتقوا ربكم أن زلزلة الساعة شيء العظيم هذا شايفيهم الله وعدكم وعد الحق في الجانب السلبي والجانب الإيجابي أما أنا ليش أنا ما بتعرفوني شغلتي من الأول الله ما قالكم إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير شغلتي أنا أكذب شغلتي أغش شغلتي أني أعد وأخلف شغلتي أني أزين لكم القبيح شغلتي أن أجعل الشيء السيء حسن والشيء السيء حسن سيء شغلتي هذه إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ليش اتبعتوني وتركتوا الله وما كان لي عليكم من سلطان أنا الله ما صلتني عليكم الله وقت أعطاني فرصة أن أوسوس لكم أدخل بعض الأفكار أكبر لكم بعض الأحلام أكذب عليكم هذا دوري بس يبقى عقلكم معكم وإرادتكم معكم ويبقى ما أنزله الله عليكم من الوحي هو يسددكم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ضربت الطابل وكلكم جمعتوا حول فلا تلوموني أنا قمت شغلتي اللي الله عرفكم إياها ولوموا أنفسكم ليش ما استخدمت عقلكم ليش ما ركزتوا إرادتكم ما أنا بمصرخكم يعني بكرة إذا صرخت ما بحشد لكم أنا وما أنتم بمصرخي إذا أنا صرخت أيضا ما تعاونوني أنتم إني كفرت بما أشركتموني من قبل أنا ما بعترف بأنكم جعلتموني شريكا لله في العبادة والطاعة إن الظالمين لهم هذه النتيجة لهم عذاب أليم بعد وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام حيث تعبوا في الدنيا كثيرا وصارعوا في الدنيا كثيرا وجاهدوا في الدنيا كثيرا وجاءوا ليعيشوا السلامة مع الله والسلامة في المجنة ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سر المتقابلين هون أي مصير أفضل بعدنا بالدنيا ماذا نختار هل نختار أن نخضع للشيطان أن نخضع للأقوياء لنقف ذلك الموقف الحائر اليائس أو نختار خط الإيمان والعمل الصالح حتى نعيش السلامة مع الله والسلامة مع النفس والسلامة مع الناس والسلامة مع المصير والحمد لله رب العالمين موسيقى موسيقى موسيقى